بسرعة بقى انا معادي ايه? زيزو موقفه ايه? والزمالك بيفكر في مين المسلمين. قلت لك في حلقة فاتت زيزو بشكل كبير اه هو عايز يكمل في الزمالك عايز يسطع على نفسه في طريق كبير معناه الزمالك. زيزو الامانة حق جزء من التاريخ اللي هو بيطمح ليه في النات زمالك. لسه عنده طموحات اكبر في دوري ابطال افريقيا في مشاركة في كاس عالم الاندية. هايجدد? او هيمد التعاقد? الامور ماشية في الطريق ده يا كريم. اه هيبق فيه حاجات بتوقف في النص وانت عارف المفاوضات على التجديد طبيعي بتروح وتيجي. ولكن اه وفقا للمصادر مقاربة منه ان هو لو كان عايز يخرج مكان خرج قبل كده وكان فيه ايده يفسق عقده مرة واثنين وتلاتة. وكان فيه ملايينة دولارات مطروحة امامه. فهو قراره الاول. القرار الاول اللي يزيز هو الاستمرار مع ناد الزمالك لفترة طويلة جدا. وان هو ما يخرجش الفترة اللي جاية. فده ده كانت مهم لنات زمالك. ماشي. الزمالك بيفكر في مين في الموسم الجديد. لا بيفكر من 8 ل 10 لعيبة. هنقولهم في الحلقة. سيب له حلقة ده عايز حلقة لو احب كده. قول لي اتنين. يعني من 8 ل 10 لعيبة ففيه اسماء جدير جدا. قول لي اسمين منهم بيفكر فيهم كوي. طب ما تخلينا اقول لك الحلقة النهار ده مراكز. خلينا اقول لك اسماء الحلقة. لا تقول لي اسمي طيب. ماشيني باسم. ماشيني باسم. يعني مثلا في مركز حراسة المرمى لو عوّد قاعد وهيجيله بديل. البديل ممكن اقول لك ما بين حارس طلاقة الجيش وحارس امبي. وزود عليهم محمد مجدى حارس الداخلية لانه ماضي عقود. ماضي عقود اصلا. ماشي.